السلام عليكم الإخوان كديرين بخير فيديو تعليق خفيف دريف كما العدا ألمانيا المغرب من الصراع إلى الطاعة الجزء الثالث في الحلقات السابقة هدرنا على الدور سلبي للعبات ألمانيا البعيدة علينا جغرافيا في شيطانة المغرب وفرملة النمو الاقتصادي دياله وهدرنا على فشل مخططة ديالها الطاقية هاد الفشل اللي والتي هدد لها الاقتصاد ومن بعد كنا ندرنا واحد الحلقات كميلية على المشكل ديالكازاخستان وأوكرانيا باش نفهمو الوادع اكتر قبل ما نبدو هاد الحلقة بغيت نرد على بعض أصحاب الطاقة السلبية أصحاب بغيت تحقي في الفوصفات والحوت بأن هذا الصراع بين ألمانيا والمغرب وصراع بين دولة عميقة ودولة عميقة أخرى لا يوجد صراع بين شعب وشعب حيث في الحقيقة راحشو ما نقارنو الشعب المغربي مع الشعب الألماني إلا كان دوز المغرب لاستعمار ألمانيا راح دوزت جوج حروب عالمية والحرب العالمية التانية القنابل اللي طاحوا عليها معمرهم ما طاحوا على شي دولة في التاريخ تردمات كاملة أوبطة الأرض وعودوا وبنوها وذلك القوم عزيز عليهم بلادهم بزاف وروح المواطنة عندهم عالية لا تستطيع أن ترميها تلك البنتة القارة في الأرض يرى شيء ألماني يجب عليك فضيحة عندما ترمي لهم الزبال في الشارع أو شيء بحلاك ولا تتخرج في الجرنان هذه القوم تعتبر ريوس هم المسؤول الأول على البلاد لماذا لا ترى البوليس في الشوارع في الرمبوانات هذا البوليس الذي كان في الرمبوان رأى واحد المظهر من المظاهر تخلف حيث نرمال ما كون كان الشعب واعي لا يحتاج شيء واحد يزع بقير علىه اليوم يحيد البوليس من الرمبوانات يساعد نقدر نقولوا بأن الشعب رابدت يوعى وعاد نقدر نفكر نشوفوا واش ندير مقارنة بين المغربي والألماني نحن نقارنه غير بين الدولة العامقة دي المغرب والدولة العامقة دي الألمانيا حيث الشعب الألماني هارب علينا في الحقيقة معدنا لا تنخبه ودش حيث كان فرق بين شعوب تتحسارم القانون وتتطبقه وبين شعوب تتطبقه حيث تتخاف من العصة وحتى إذا ضربنا واحدة ليلة على البرلمان ديالهم سترى هذو كل الناس اللي يجابه ما كان غير الدكتور على أخوه الدكتور على أخوه في قاع المجالات في القانون في الطيب في الاقتصاد وشوف هذو كل الناس اللي انت جبشي البرلمان ممتلين مغنيين مخرباقين أميين أشمن قوانين تتسنى سيخرج لك هذو البرلمان كون كان هذو البرلمان المسؤولين دياله انت اللي جبشيهم هما اللي تسيروا البلاد كون راد خنا في الحيط مهم نرجعوا الموضوع دينا واللي قلنا بأن ألمانيا شافت بأن السياسة ديال المغرب الاقتصادية ناجحة وباللي إلا بقى غادي في نفس الرسم غادي وليش كل تهديد على الشركات ديالها على المستوى القريب والمتوسط دكشي علاش كانت كدير لي العراقل باش لهيه وتبعاه بالمخابرات دياله حتى الإفريقية كتحارب فيه مع الأتباع ديالها مي المغرب كانت يخرب قليم ديما البلاد في المكان و تيضروا خطة و تبغوا يسدوا عليه باب كانت تيضر خطة و تحل باب واحد أخر و تسلك راسه وهذا الشيء كامل ما كانت غادي يكون كل ما كانت شيء بلاد متروز فوق البيرو ديال محمد السادس على حقه وطريقه فيه تحديد الجيش فيه الرجوع الاتحاد الافريقي فيه تحديد البنيات التحتية فيه تحول الطاقات المتجددة و فيه في الملفات الحساسة الرجل المناسب في المكان المناسب و النتيجة أن المغرب و التي تتجب دسميتها بالخير و الدول بحل فرنسا و ألمانيا تجد حرج من المعارضة ديالها تقول لهم شوفوا المغرب و التي ينتج الطاقة نظيفة و حنلا شوفوا المغرب تدبر أزمة كورونا حسن منا شوفوا المغرب أرى و التي يضحك علينا و التي يسد الحدود و يحلها وقت ما أبغى و هنا سوف نريد أن نرد على أخرى على صحاب الطاقة السلبية التي لا تريد أن يسمعوك بحال هذه الهدرة و تفضلوا يمكن أن يسمعوا المغرب تتجبد في المجاعة و الكواريت و في الأزمات و التي لديه شيء نقص في الماء و في مواد استهلاكية و التي تريد شيء بحال هذه هذه القوم لم يكن يقولون هذا و لم يكن مفقوصين و ترى المغرب يتحول و يتمرد عليهم خصوصا الألمان و التي تعتبره دول بحال إسبانيا و بورتغال من دول العالم الثالث و نحن خارج التصنيف لدرجة أنهم لم يكن تقبلوا نهار قال لهم المغرب بأنه سيقع عندهم واحد لحدة إرهابي يمكن في بيرلين و لم يكن أردوش و خلوا هيترا لكي لا تحسب عليهم بأن المخابرات المغربية مختارقاهم مي و خاك المغرب مرمد لهم الكارمادية لهم و لم يكن قال المخابرات الأوروبا حدرتهم و قلتها لهم ما زال لم تسرطت لهم حد الآن في ذلك الوقت فش حدرت المخابرات المغربية الناظرة دي لها الألمانية بدك الهجوم الإرهابي كالوزير الخارجية دي الألمانية هو الرئيس الحالي شتاين مايا اللي يوجه الدعوة للمالك محمد السادس هذا الرئيس راه كان هو رئيس المخابرات فاهد شرودر و تعرف قيمة المعلومة هذا السيد في الحقيقة إنسان عقل فش كان وزير خارجية كانوا توصلوه تقارير أمنية وتنبيهات بأن كان خطر وشيك و كان تحديلات من المخابرات المغربية و كانت توصلها للحكومة دي الميركل اللي كانوا تتجاهلوا هالتحديلات و من يترى هذا العمل الإرهابي داز واحد المدة والحكومة الألمانية بغى تدير واحد تعديل حكومي و بغاوا يخليوا هذا شتاين مايا وزير للخارجية و هو رفض بسبب هذا الشي اللي يترى بسبب أنه ماخدوش بالرأي دياله و خدوا هدك تنبيهات ديال المغرب على محمل الجد و هذا الموقف تتحسب ليه و سيكون مئة في المئة فهذا اللقاء المرتقب بينه بالمالك محمد السادس و شكر على هذه المعلومة التي لم يأخذوش بها الإخوان والأخوات ألمانيا وأوروبا بصفة عامة عندهم حاليا أزمة كبيرة للطاقة لا يستطيع أن يحلوها وبلاد بحال ألمانيا التي تنهضوا عليها سيحيكم الله حتى تسمعوا هذا الخبر ألمانيا والتي تقطع فيها سيطرع لهم كما ترى قبل الحرب العالمية الثانية فهتلير بدأت تصنع السلح طيارات الدبابات صوارخ الغواصات و قام المصانع اللي كانت في ألمانيا ردها تصنع السلح الحلوات الحويج الطموبيلات ردوا تصنع السلح حتى لم يبقى عندهم الحديد و لو تدخلوا على الديور تحيدوا لهم طلاجات تحيدوا لهم الحديد تحيدوا لهم الطموبيلات قال حديد اللي في البلد جمعوه هذا هتلر و تلعب كان معيش ولاد شعبه في الرعب والأعداء دياله تهم و هذا الشي اللي غادي ترى لهم في الطاقة إلى ملقوا شي حل سريه حيث لأول مرة في التاريخ عندهم أغلب الطاقة المولدة و مصدر ديالها الغاز و هنا في انتقولبو و أعطوا عنقهم لروسيا الواتعلي الحبل و ما بقاش عندهم البديل حيث تصدوها ذوك المفاعلات النووية اللي كانوا تولدوا منها الطاقة صدوها ظاهريا بسبب محافظة على البيئة ما في الحقيقة هذو كانوا مفاعلات رعا قداموا و التكنولوجيا باش كانوا خدامين قدامت و باش يديروا لها الصيانة غالية و باش يبنيوا مفاعلات جديدة ما هي و ما لونوها ذكش علاش ألمانيا كانت تبغى تصيد الرخى بالغاز و طاحت في روسيا روسيا اللي كانت ناوية تهجم على أوكرانيا في هذا الشهر فأبرد شهر في العام يعني شهر الجاولة بعده و هذا الاحتمال ما زال وارد ذكش علاش شعلت لها امريكا العافية في كازاخستان باش تمشي طفيها و تلاها فيها هذو الشهرين على ما يسخل الحال حيث لمشتش دخلت روسيا و هجمت على أوكرانيا في هذو الشهر الجاولة اللي بعده زيما فعز البرد اللي الاحتياطي ديالالغاز خاوي عمره كان خاوي في التاريخ كيف حال هذا؟ تشري دولة ما ستحلفهم كل شيء سيسكت و هذا يحني الراس بروسيا حيث تحت الرحمة ديالها و هذا الروبيني ديالالغاز اللي عندها و لا تقدر تتلقى وقت ما بغات و لمن ما بغات هذا الروبيني اللي وصل حتى للصين دبايلا الصين بغا تكتر و تبقى تعطيها روسيا من حق الأوروبيين و هذي هي ديك الحرب ديالالطاقة اللي كانوا تهدروا عليها المونديرين شهال هذي و اللي قالوا غادة تجيل قبل الحرب على الماء أوروبا كانت بغا تدير واحد الخطة خطيرة باش تهرس الاقتصاد الصيني ما في الخرجة بتعفرصها لدرجة انها غادة تبقى تقطع الدوع للمواطنين ديالاله او تنقصوا عليهم باش تعتق الشركة ديالالها اللي كتتستهلك واحد طاقة كبيرة بزاف و تخليها تستمر في الانتاج و غاديتبقى تسمعوا في الاداعات ديالهم و في القنوات الفازية اشهارات ديال حافظوا على الطاقة و تستهلك قبل ما تهلك كيفاش المغرب عنده الحل و في نفس الوقت سيخرج عليهم و ما هي هذه الخطة اللي كانوا بغا يهرسوا باقتصاد الصين سنشوفوها في الحلقة القديمة ولا احدى الحلقات اللي جاية ان شاء الله دائما الخبار فراسكم تحياتي